استعرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الخطة الاستراتيجية للاستعداد والتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة أكدت الوزيرة أنه تتم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال منظومة الإنزار المبكر واستعرضت الإجراءات المتخذة للتعامل مع الأزمة في فترة الخريف والشتاء كما أشارت الوزيرة إلى أن خطط مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة تتضمن عدة محاور وأفادت الوزيرة بأنه سيتم إصدار تقرير يومي بصدد الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور الأربعة وذلك للعرض على رئيس مجلس الوزراء وأكدت ياسمين فؤاد أنه يتم تنفيذ الخطة من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية من خلال اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة